في ظل وضع سياسي يزداد تأزما في ليبيا يواصل المجلس الرئاسي مساعيه الرامية لدفع كافة الأطراف إلى التوافق حول إطار قانوني ليعجل بإجراء انتخابات تطوي صفحة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات بالعاصمة طرابلس التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي ممثلين عن مناطق ومدني ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية ومكوناتها الاجتماعية المختلفة لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد في مقدمتها مشروع المصالحة الوطنية الذي كشف المجلس عن رؤيته الاستراتيجية بحرى هذا الأسبوع فضلا عن دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة والاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحديات السياسية التي تواجهها البلاد في المرحلة الرهنة المنيفي أشهد بدور مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها للمجلس الرئاسي مؤكدا على ضرورة مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في البلاد حكماء ليبيا وأعيانها أكدوا بدورهم على أهمية المصالحة الوطنية للمحافظة على السلم الاجتماعي وأمن ووحدة البلاد كما أعرب عن استعدادهم للمشاركة في هذا المشروع الوطني لتجاوز الأزمة السياسية كما أشهد الحكماء خلال ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الأعلى للقبائل في بنغازي بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية مطالبين بضرورة تغليب صوت العقل بإنهاء كافة المراحل الانتقالية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب الآجل هدف لا تخطئه مساعي المجلس الرئاسي الذي كثف من لقاءته مع الفوعل الليبية قصد تحقيقه ولعله محور لقاء مرتقب في جونيف بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية المستشارات الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز لقاء اعتبره مراقبون فرصة أخيرة لتفادي عودة المشهد الليبي إلى المربع الأول